أفادت وسائل إعلام إسرائيلية باعتزام عدد من قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية الاستقالة رسميا من مناصبهم وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن قرار هؤلاء القادة يمثل ضربة قوية للحكومة اليمينية برئاسة بنيمين نتانيحون أزمة جديدة تعيشها إسرائيل كشفت عنها وسائل إعلام إسرائيلية تضرب في مفاصلها السياسية والأمنية يوما تل والآخر كان آخرها قيام عدد من قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية باتخاذ قرار بالاستقالة من مناصبهم لكنهم بحسب وسائل إعلامية ينتظرون الوقت المناسب للإعلان عن ذلك قرار القادة الأمنيين في إسرائيل يمثل ضربة قوية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين نتانيحون حيث جاء في مقدمتهم رئيس أركان الجيش ورئيس جهاز الأمن الداخلي الشباك ورئيس جهاز المخابرات العسكرية قرار ليس بالهي يكشف عن حجم الانقسام الذي تعيشه الحكومة الإسرائيلية خاصة في ظل رغبة نتنياهو في مواصلة الحرب على قطاع غزة من أجل إطالة أمد منصبه المهدد بالفعل بسبب عدم قدرته على تحقيق الأهداف المعلنة من الحرب وهي إطلاق صراح المحتجزين والقضاء على الفصائل الفلسطينية هذا إلى جانب تعرض جيش الاحتلال الإسرائيلي لخسائر فادحة خلال عدوانه على قطاع غزة مما اضطره إلى سحب عدة ألوية من قواته من القطاع وفشر التوصل إلى وقف جديد لإطلاق النار يستطيع من خلاله إعادة ترتيب الصفوف للاستمرار في الحرب ومن قرار استقالة قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية إلى الرغبة الشعبية في إقالة نيتنياهو ذكرت صحيفتها آرتز الإسرائيلية أن استطاعا جديدا للرأي كشف أن 58% من الإسرائيليين لا يثقون بنيتنياهو وقراراته فيما يتعلق بالحرب على غزة وهو ما يؤكد أن مستقبل الحكومة الإسرائيلية أصبح مهددا بل بات على المحك